بسم الله الرحمن الرحيم أهران وسهلا بكم في الفيديو الثاني من المحاضرة رقم ستة في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح البوتلنيك اناليسس ويعنيه بروسس برفورمانس طيب البروسس برفورمانس الاول عبارة عن ايه؟ البروسس برفورمانس نحن بنحاول نقيم الاداء بتاع البيزنس بروسس اللي موجودة جوه الشركة بتاعدي فتقييم الاداء ده بيتم عن طريق ان انا احلل بعض الحاجات اللي موجودة جوه الشركة او بعض المعايير اللي جوه البيزنس بروسس اللي عندي في الايفنت لوج اللي متسجلة بالايفنت لوج طيب اول حاجة هي البوتلنيك اناليسس بعض المشاكل اللي بنقابلها بتعللنا السايكل تايم الاكسيكيوشن تايم بتاع الاجراءات بتزيد بسبب حاجة معينة موجودة بعض الريسورسز اللي هم او او اندرلودد ده المفروض ندرسه او الوركلود بتاع الريسورسز اللي جوه المؤسسة بتاعتي او الديماند اناليسس ان انا دلوقت بحل البزنس بروسس بتاعتي في وجود ديماند عالي يعني مثلا سيزن بتاع رمضان الناس بتشتري اكل معين بطريقة اكتر فده بيعمل ديماند عالي فهي ترى الديزاين بتاعي للبيزنس بروسس هيخلي ان الشركة دي تكون ستيبل مع الحجم المهول للريكوستز دي ولا لا برضو هيكون عندنا الريورك اناليسس وهي اللي هو الحاجات اللي بتتكرر جوه البزنس بروسس يعني انا عندي اكتيفتي بتتعاد كل شوية والاعادة بتاعت الاكتيفتي دي بتكلفني الوقت بتاع الناس اللي بتشتغل فيها لو انا كنت وظفته بطريقة افضل كان التكلفة بتاعت الوقت بتاعت المرتبات اللي انا بتفع على ناس دي كتاعتقل الوفر بروسسنج اناليسس في بعض الاحيان في اكتيفتيز بنعملها وبنعمل فيها بنعمل بننفذ لبعض الكيزز حاجات كتير والحاجات دي بتكون تكلفتها عالية ففي الاخر الكيز دي مثلا بيحصل لها ريجيكشن فانا كده الوقت اللي انا استثمرته مع الكيز ديت انا اخسرته فده اللي بنسميه الوفر بروسسنج احنا محتاجين نقلل الحاجات او الاكتيفتيز اللي احنا بننفذها او الاجراءات اللي احنا بننفذها لبعض الكيزز او بعض الوردرز اللي بتجيلي اللي انا برفضها من الاول بحيث ان انا اقالل التكلفة بتاعتي فده اللي هي ده الايه اللي عناويني الرئيسية في البروسوس بيرفورمس ماينج دي اللي احنا هنغطيه في الفيديو ده والفيديو اللي جاي ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ الاول بالبوتلنيك اناليسوس طيب دلوقتي احنا عندنا مؤسسة المؤسسة ديت بتعمل انتاج لبعض المنتجات اللي بتوصلها لبعض العملة المؤسسة دي سجلت الحاجات اللي بتتم في خط الانتاج بتاع المصنع في اليفنت لوج بتاعي لمدة شهر اخدنا اليفنت لوج دهوت وعملنا له ديسكاوري بالابلو مور فطلع لنا البيزنس بروسوس ماب اللي موجودة قدامنا دي بعض الاكتيفتيز زي ما توصلت بعض عن طريق اسهم معينة مكتوب عليها الاوات بتاعي التنفيذها فزي ما احنا شايفين ممكن يكون عندنا بعض المشاكل جوه البيزنس بروسوس زي ايه زي مثلا الوقت اللي هو الاجراءات ديت قاعدة مستنية ان الاجراءات ديت تخلص او ان الاكتيفتيز ديت مستنية الاجراءات اللي حاولها ديت تخلص ده بوتل نيك صح البوتل نيك التاني اللي ممكن نلاقيه هو الوقت بتاع تنفيذ بعض الاجراءات يكون طويل قوي عن الطبيعي بسبب ان في مشاكل في تنفيذ الاجراء ده احنا مفروض ناخد قرار بحيث ان احنا نحسن من الاداء بتاع الاجراء ده ممكن بعض البوتل نيكس تكون نتيجة الموظفين اللي عندي فيه الشرك طب يعني ان البوتل نيكس اللي موجودة ممكن يكون witnessed time هو الwaiting time اللي انا مستنيه ما بين activity والتانية يعني ما بحصلش حاجه جوه مؤسسه buat activity processing time وهي الوقت اللي انا باخده عشان اينفذ هذه الاكتيفتي وهي resource processing time وهو الوقت اللي انا باخده عشان resource ينافذ حاجه ويويت مستني حاجة يعني فهو قاعد بتفعله فلوس ومش بيشتغل ده الويتنج تايم بتاع الرسورس طيب من وجهة نظر الاكتيفتي عندي اول حاجة الاكتيفتي ويتنج تايم زي ما احنا قلنا ان ديت اكتيفتي قاعدة مستنية الاكتيفتي زي اللي حاولها تخلص فهي هنا مثلا الاكتيفتي دي بتاخد 23 ديئة بس قاعدة مستنية اسبوع ونص قاعدة مستنية 10 تيام الاجراء دا قاعد مستنى 10 تيام عشان الاجراء اللي قابله ده يخلص فوضح فيه هنا كده بوتل نيك اللي خلى الويتنج تايم ده يبقى عالي بالشكل ده ده اول نوع من البوتل نيك اللي هو الويتنج تايم الاكتيفتي ويتنج تايم الاكتيفتي بروسسنج تايم احيانا بيكون عندي اكتيفتي زي الديليبري جود سيرفزز ديت بيكون عندي فيه ناس مثلا اللي متعينين عشان يشتغلوا في الديليبري عددتهم قليل فبقى الديليبري بياخد وقته طويل بسبب ان واحد اوبرلودد وهو مش عارف يخلص الحاجات في الوقت بتاعه او الجودة بتاعت الديليبري نفسها فيها مشاكل فدي بتخلي الديليبري سيرفزز تكون بتاخد وقته اطول فاحنا محتاجين نحل البوتل نيك ده بس الهدف بتاع المحاضرة ان احنا نشوف البوتل نيك دي ونشوف اسبابها ايه ونشوفها ده انا هيبقى عاملة زي لو مفيش بوتل نيك ده الهدف من المحاضرة بعد كده انت بتاخدها بقى برحلة تانية بتتكلم مع الماناجمنت وتكلم مع التيم بتاعك وبتشوف ايه بقى الاسباب اللي قدت للكلام ده فاحنا هنا بنتكلم على الماينينج ان احنا نعرف البوتل نيكس اللي موجودة ونعرف الريسورسز مثلا المسؤولين عليها يا ترى ايه المشكلة في البيزنس بروسوس بتاعتي بحيث اطلعها واشوف حل ليها واعرضها على التيم بقى والتيم بيتناقش بحيث ان هو يحل المشكلة دي طيب البوتل نيكس من وجهة نظر الريسورسز بيكون عندي زي ما تكلمنا على اكتيفتي هي نفسها الاكسيكيوشن تايم بتاع الريسورس ان انا بقى عن البروسوسينج البروسوسينج بوتل نيك ان انا بقى الراجل ده شغال فبيشتغل كتير عن الطبيعي بيشتغل وقت اطول في الاكتيفتي يعني او الويتنج تايم يعني الوقت اللي انا مستنيه من بعد ما الرسورس خلص عشان الرسورس تاني يشتغل على الكيس دي ده ممكن يكون بسبب ان في مشاكل جوه الديزاين بتاع البيزنس بروسوس اللي شغاله جوه المؤسسة بتاعتي طيب احنا هنا عملنا الانالسز عن طريق البيزنس بروسوس ماب ممكن نعمل الانالسز برضو عن طريق الانيميشن ان انا اخد الايفنت لوج بتاعي في خلال الشهر بتاعي ده واعمل له اه اه اناميشن اه زي ما شرحنا قبل كده ان انا اه اناميت كل الاكتيفتيز او الكيزز بقى وتنفذها جوه الشركة بتاعتي طيب تعالى نشوف مثال عملي على اه فكرة الـ performance mining والبوتلاق اناليس بطريقها طيب ده اه مثال على اه بعض المشتريات اه شركة بيكون فيها مشتريات اه بيكون عندها اميدمنس بي لما بيحصل اه مشاكل بيعمل تعويضات مثلا بيجيلي purchase requisition بتتكاريت وفي الاخر بيحصل ان انا بدفع invoice بتاعتي فكده الكيس بتنتهي فالكيس بتبدأ من ان انا اكاريت purchase order requisition وتنتهي عن طريق pay invoice ديات كده ايه اول حاجة خالص في الكيس بتاعتي عشان افهمها. عشان الحاجة اللي ظهر لنا دلوقتي ده frequency perspective لكن زي ما احنا تكلمنا في السلايدز البوتل نيكس بعرفه عن طريق time فانا هسويتش للديريشن فالديريشن هنا جبيتلي بقى البوتل نيكس عن طريق الطايم زي ما احنا شايفين هنا في المتوسط الديريشن بتاعت الwaiting time ما بين الاناليز ريكوست والامند ريكوست بتاخد اسبوع وشوية بتاخد حوالي ثمانة ايام او تسعة ايام ديات بوتل نيك اه هنا برضو دي بتاخد خمسة ايام اه ما بين الكريات ريكوست اه فور قوتيشن والاناليز للريكوست ده في المتوسط بس احيانا بيكون في بعض النويز او الاوتلايرز يعني عندي اه كيزاس اخدت وقت طويل جدا فالوقت ده هو اه احنا هنحاول ان احنا اه يعني لو جمعناهم واسمنا على عددهم الاورج يعني هيكون بايز او متحيز نحية القيمة الكبيرة الماكسما بتاعتها فعشان كده احنا بنستخدم الميديان اوكي فالميديان زي ما احنا شايفين كده لما انا استخدمت الميديان جابل القيمة الوسطى مش المتوسط ودي بتفرق فلما بيكون فيه نويز او الاوتلاير جوه الداتا بتاعدي فهنا واضح كده ان الحاجات القيم الكتيرة مكانش الفريكوانس بتاعها كتير تمام فعشان كده اه الميديان اه حل برضو من ضمن الحلول ان انت تتجنب موضوع الاوتلايرز المهم احنا هنا عندنا الويتنج تايم هنا عالي والويتنج تايم هنا عالي برضو فده اول بوتل نيك وهو الويتنج تايم ممكن برضو حاجة مفيدة ان انا اجيب التوتال تايم الوقت اللي انا اخدته الكل في الايفنت لوج في الحتة ديه واميكس معاه الفريكوانسي يعني انا عندي كام كيس حصل في هالموضوع ده طيب مثلا هنا في ده واضح كده ان هو ايه اه اه اتنفذ متين تمانية وتلاتين يعني حوالي اتنفذ اه تلت الكيزوس الاكتيفتي دي الويتنج تايم ده اتنفذ ومعنى كانوا فيري فريكوانس اه كمان اخد ان توتال اخد حوالي تلاتاشر سنة تلاتاشر سنة مجموع الوقت الكل بتاع الويتنج تايم تلاتاشر سنة هنا اخد سبع سنين وبتنفذ خمسمية مرة بيتنفذ في معظم الكيزوس كمان واضح كده ان البوتل نيك ده كريتكال للشركة بتاعتي ده كده كان ويتنج تايم بوتل نيك عندي بروسوسنج تايم بوتل نيك هنا مثال عليه الاكتيفتي دي بتاخد حوالي سنة وشوية وبتتنفذ ربعمية مرة انا تتنفذ حوالي سبعين في المية من البروسوس اللي بتتنفذ اللي عندي جواشر طيب هي بتاخد سنة بتنفذ سنة بس لو احنا جبنا الميديان بتاعها هي بتاخد ايه بتاخد يوم وبتتنفذ ربعمية وتلاتاشر مرة فاليوم ده بالنسبة للاكتيفتيز التانية كتير وبالنسبة للميديان ديوريشن كيز ديوريشن الميديان كيز ديوريشن حوالي ايه يعني بتاع 12 يوم او 11 يوم فمن ال 11 يوم يوم من ال 11 يعني انا عندي اكتيفتيز كتير اهي يوم من 11 بنفس فيه الاكتيفتيز دي فواضح ان هي بوتل نيك عندي للبروسوسنج تايم فده كده البوتل نيك وازاي بنجيبها هنا من خلال البروسوس ماب ممكن بقى ان انا اسويتش للبرسبكتف بتاعي الريسورس او الموظفين زي ما احنا عملنا كده بنيجي هنا من البرسبكتف واسلكت الريسورس دلوقت انا عندي الناس اللي اشتغلت جوه الشركة زي ما احنا شايفين الريسورس ده هوت حواليه اكتيف ديس كتير اه هو بيستنها الوقت طويل ده عشان هجيبين الديوريشن بتاعها والفريكونسي تمام فواضح ان الراجل ده عنده بوتلنيج بسبب ان هو بيستنى الناس تانية كتير تمام وبرده اللي طالع منه بوتلنيج اللي هو اه 1.3 دايز يعني حوالي اه 30 ساعة مثلا او 35 ساعة ويتنج تايم فده بيعمل مشكلة جوه الشركة فده ويتنج تايم بروسوسينج ويتنج تايم اه سوري ريسورس ويتنج تايم ده اللي احنا نتكلم عليه هنا اه الرسورس بروسوسينج تايم بوتلنيج هو الوقت اللي اخده في التنفيذ زي ما احنا شايفين الرسورس ده اخد 24 ديئه اه ان ميديان ها لو انا جبت التوتل بتاعه ده اه اه التوتل بتاع اه كيو ده حوالي تلت تلت شهور ونص فالتلت شهور ونص دول بالنسبة للتوتل بتاع ال 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 بروسوس ديوريشن عالي بالنسبة للناس التانية هو عالي فواضح كده ان الراجل ده هو الحاجة اللي هو بينافسها فيها مشاكل فده بوتل بوتل نيج موجود عندي فحنا هالمفروض نرياكت بونان عليه فده الرسورس برسوسينج تايم بوتل نيج طيب ونعمل له انيميشن طيب دلوقتي احنا عملنا سيف للبيبيان من الموضل بتاع البرتشيزنج اسلكت الموضل واسلكت الايفنت لوج بتاعه واعمل له انيميت طبعا انت ممكن تعمل زوم وهي تعمل انيميت للبوتل للايفنت لوج ده هوت ممكن برضو تتغير الوقت وتبدأ بعد كده تشوف ان في بوتل نيكس هنا موجودة في بوتل نيكس هنا قدام الاناليز ريكويست فور كوتيشن واعتقد ان احنا شفناها فلما كنا بنعمل الاناليزيز للبروسيس ماب على نفس الاكتيفتي كان في بوتل نيك في هنا بوتل نيك قدام الديليوري جود سيرفزز بسبب ان الديليوري بياخد وقت طويل زي ما احنا شفنا كان بياخد حوالي يوم من البيزنس بروسيس اكسكيوشن فده دي الطرق اللي احنا ممكن ندريكت بيها البوتل نيكس اللي موجودة في البيزنس بروسيس بتاعتي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على الكمبوننس الاخرى من البروسيس بيرفورمانس ماينينج اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة